بسم الله الرحمن الرحيم وكل شهيد يخر من جواده ويترجل عن حصاله وفرسه تصبح دماؤه ماء وريا للشجرة المباركة شجرة الحرية التي ستنبت في هذه الأرض المباركة وأيضا ستورق رجالا آخرين وعظماء سيحملون اللواء الثورة واللواء التغيير في البلد لقد مضى على هذه الثورة أكثر من ثلاثين شهرا وما تزال شعلتها متقدة بحماس شديد وما تزال قوافل الشهداء وقوافل المجاهدين والصامدين والثبور تتوالى أيضا وتطول يوما بعد آخر لن يهدأ شعب البحرين حتى تتحقق مطالبه صحيح أن النظام الخليفي مدعوم من هذه الأنظمة النظام البريطاني الذي نحن أمام مبنى مجلس وزرائه والنظام السعودي الذي جاء للبلاد واحتلها ولكن الاحتلال لا يدوم ولكن الدعم الخارجي لا يمكن أن يقيم نظاما بمجرد أن ينسحب البريطانيون الخبراء الأمنيون البريطانيون ومجرد أن ينسحب الاحتلال السعودي لن يستطيع الخليفيون الوقوف على أرجلهم والثورة اتصلت في شهرها الأول وبرغم الاحتلال السعودي فإنه لم يستطع أن يقمعها بل استمرت قوية متقلة وهاجة وستثمر بعون الله حرية ومستقويا باهرا لشعب البحرين الأبي